موسيقى الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثارت حفيظة العديد من المنظمات البريطانية وخاصة تلك المناهضة لإشعار الحروب ولتجارة الأسلحة إذ أعلنت معارضتها للزيارة وعزمها إطلاق عدة فعاليات بالتزامن مع إجرائها موسيقى ومع طريقات محلوانات وحبات محلوانات ومع طريقات محلوانات وأما الأسباب التي حدثت بتلك المنظمات إلى معارضة زيارة بن سلمان فمتعددة ولعل كونه مهندس الحرب على اليمن إحداها إلا أن حكومة المحافظين الحاكمة في بريطانيا مضت قدما في تنظيم الزيارة مصرة على تعزيز تحالفها مع النظام السعودي الدكتاتوري ولا يبدو في الأفق أي مؤشر على تغيير تلك السياسة البريطانية إلا بتولي حزب العمال المعارض لسدة الحكم مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية تمثل اليوم حجر الزاوية في ملف العلاقات البريطانية السعودية وأما ملفات حقوق الإنسان فلم يعد لها مكان في هذه العلاقات محمد بن سلمان شخص غير مرغوب به في المملكة المتحدة هذا ما أكد عليه المشاركون في هذا المؤتمر الصحفي الذي دعوا فيه حكومة رئيس الوزراء البريطانية تيريزا مي إلى تقديم حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية على مبيعات الأسلحة ساهر عريبي من العاصمة البريطانية لندن